أكد رئيس البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة دكتور عمر رشيد أن أكثر من سبعة ألاف حاج تلقوا الخدمة الطبية بعيادات البعثة كما تم افتتاحه ثلاث عيادات جديدة لحجاج السياحة ليصل بذلك عدد العيادات إلى سبع وعشرين عيادة بالأراضي المقدسة في الوقت الذي يعيش في ضيوف الرحمن أجواء روحانية للرحلة المقدسة تواصل البعثة الطبية عملها على مدار الساعة من خلال عياداتها الطبية التي شهدت إقبالا غير عادي من قبل أراضي الحجاج المصريين لطلق الخدمة العلاجية كما تعمل غرفة العمليات والطوارئ بالبحثة برصد عمل العيادات الطبية وتحويل الحالات التي في حاجة ماسة إلى خدمة ثانمية وثلاثية إلى المستشفى السعودية إحنا عندنا 304 حالة توجهوا لطوارئ المستشفيات وتعالجوا فيها وخرجوا الحمد لله خرجوا كلهم تحسن عندنا 16 حالة تم تنومها بتشخيصات مختلفة خرج منهم 6 حالات الحمد لله كويسين وفي عشرة لسه تحت العلاج إحنا عندنا فريق كامل من الأطباء ومن الممسطين بيقوم بالمرور على المستشفيات علشان يطمن على الأوضاع الصحية للمرضى بالتنسيق كمان مع غرفة العمليات لأي مشاكل المرضى بيتعرضوا فيها داخل المستشفيات نسأنا العدد من حالات الغسيل الكلوي اللي كانت محتاجة جلسات غسيل الكلوي الغرفة هنا فيها 3 أرقام خطوط ساخنة للبعثة المصرية دي للطوارئ شغال 24 ساعة هنا في الغرفة فأي أحد اللي عنده أي استفسار طبي سواء مثلا أقرب عيادة يقدر يكشف فيها إيه أو لو محتاج تحويل لمستشفى أو لو محتاج إنه هو مريض عنده مرض مزمن طلع التقارير اليومية طلع أكتر من تقريب في اليوم فيه تقريرين رئيسيين في اليوم كل 12 ساعة ده بيبقى فيه أعداد اللي تم الكشف عليهم في العيادات وأعداد الناس اللي توجههم المستشفيات لو قدر الله لو في حالات وفيات أو حالات مثلا تم حجزها بالمستشفي يعني ما دخلتش لسه ما خرجتش المتابعات بتاعتها وبالتزامن مع عمل عيادات الطبية تقوم فرق الطب الوقائي بعمل ندوات تثقفية وتوعوية وصلت الآن لأكثر من 700 ندوة توعوية للوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس والتي شهدت إقبالا متزايدا من الحجاج المصريين اتفاع درجة الحرارة اللي بنشوفها في المملكة حاليا بدأنا ننصح الناس بنعمل استرس شوية على إنهم يشربوا كمية مية إنهم يحموا نفسهم من أشعة الشمس للوقاية من الجهاد الحراري ومضربات الشمس وبندي نصايح برضو على التغذية السليمة وتابع الناس بعد ما بتخرج من المستشفى بنتأكد إنهم بصحة جيدة انطباعات إيجابية تابت الحجاج المصريين لما تقدمه البعثة الطبية المصرية من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة بعثة الطبية محترمة جدا دكاترا بيعملونا كأنهم أولادنا بالصبت كان عندي ألم جامت في رجلاي وتورم نتيجت الاستعيل كثير والتواف ويجيت لما إن شاء الله القفلة الطبية حاجة مشرفة جدا كشفته الدكتور الداني علاج للتورم والالتهابات حالة صنفار قسوة تعيشها عيادات البعثة الطبيعة المصرية فهم يواصلوا لليلة بالنهار لتوفير خدمات تشخصية وعلاجية من شأنها تحقيق السبول الراحة والأمان للحباك المصريين خلال أدائهم من مناسك محمد حلمي التلفزيون المصري